القيادة المركزية الأمريكية اليوم تتحدث عن أن عصابات داعش تعيد تشكيل نفسها ولربما هجماتها تزداد في العراق وسوريا 153 هجوما في كلا البلدين هذه الهجمات التي تبنتها داعش حتى اللحظة هل يشكل هذا لربما التصريح تحذيرا أو اختارا من أنه سيكون هلالك احتمالية لعودة التنظيم وعودة قوته كسابق عهدها يعني حقيقة هذا التصريح الثاني الذي نسمعه من وزارة الدفاع الأمريكية قبلها كان تصريح لأوستن عندما ذكر أيضا عن أن هناك نشاط لتنظيم داعش في الأراضي السورية والأراضي العراقية وأنه بدأ ينشط وتكلم عن أعداد بحدود الأربعة آلاف إلى ستة آلاف عنصر واليوم أيضا نسمع أن وزارة الدفاع تتكلم بنفس الإطار في موضوع إصابات داعش ونشاط إصابات داعش وعدد العمليات أي أن هناك اهتمام واضح المعالم من قبل الجانب الأمريكي لشيء قد يحدث في المستقبل لأن داعش حقيقة دائما تنشط عندما تحركها الأدوات التي صنعتها في وقت معين ووجودها في شرق الفرات وكذلك في المناطق الغير ممسوكة أمنيا في العراق منذ عام 2017 ولغاية الآن نرى أنها بدأت تنشط وتقوم بعمليات استباقية على القطاعات الأمنية مرة وعلى المناطق المدنية مرة أخرى لا بل وصلت إلى حدود بغداد في عملية خام بني سعد هذه المعطيات يجب علينا أن نأخذها على محمل الجد لأن التنظيم نعم هو ليس كما كان سابقا ولا يحلم بدولة التمكين لكنه يتحرك وعندما يتحرك التنظيم يعني يجب أن نأخذ الحيطة والحذر من حركاته لأننا لا نريد أن نعود كما في عام 2014 عندما دخلوا إلى الأراضي العراقية بأعداد لا تتجاوز 200 أنصر وبالتالي استحلوا ثلث محافظات العراق التنبيهات الأمريكية هي أيضا يجب أن ندرسها ونرى أنها لماذا في هذه الأوقات بدأت الإدارة الأمريكية ووزار الدفاع الأمريكي تتكلم عن هذه التحركات إذن على القيادة العراقية أن تذهب باتجاه وضع أكثر من فرضية لهذه التصريحات أولا ما يطالبه العراق بخروج قوات التحالف التي هي تشكلت في عام 2014 ضمن عمليات العزم الصلب لمحاربة عناصر داعش أي أننا لا نزال نحاني من نفس المشكلة التي لم تنتهي وبالتالي هناك مطلب عراقي بأنه يجب خروج هذه القوات